إذن المنشآت النووية في إيران تتوزع بين أربعة فروع رئيسية وهي مراكز البحث مواقع تخصيب المفاعلات النووية ومناجم اليورينيوم أبرز هذه المنشآت نبدأ إلى منشآت أراك تعد أكبر منشآة نووية إيرانية يمكنها إنتاج عشرة كيلوغريمات من بلوتونيوم سنويا أي ما يكفي للصنع قنبلتين نوويتين أيضا لدينا مفاعل أصفهان وهو يضم مجمع أصفهان لمفاعلات بحثية صغيرة وأيضا مركزا للتكنولوجيا النووية ومنشآة لتخصيب اليورينيوم نتعرف إلى مفاعل بوشهر هذه المرة وفي هذا المفاعل توجد محطة توليد كهربائي هذه المحطة بقدرة ألف ميجاوات هي أول محطة للطاقة النووية في إيران وافتتحت رسميا في عام 2011 نذهب معكم الآن إلى منشآة نتانز هذه المنشآة المعروفة لتخصيب اليورينيوم والتي تضم محطة لتخصيب الوقود وتمتد على مساحة 100 ألف كيلو متر مربع تحت الأرض ولدى نتانز قدرة لتشغيل ما يصل إلى 50 ألف جهاز طرد مركزي وتنتج في الأساس اليورينيوم منخفض التخصيب الذي يجري استخدامه لإنتاج الوقود بمحطة الطاقة النووية